اهلا بكم في محورنا الثاني من حلقة الليلة حيث من المتوقع يناقش مجلس النواب مذكرة الثقة بحكومة الملقي والمقدمة من عدد من النواب بطلب من كتة الإصلاح النيابية المذكرة في هذا التقريب نهج التأزيم الذي تتبعه الحكومة وعدم أهليتها في النهوض بمتطلبات المرحلة أمور استدعت كتلة الإصلاح لتقديم مذكرة لعقد جلسة خاصة من أجل طرح الثقة في الحكومة بحسب كلمة لرئيس الكتلة النائب عبدالله العكيلة تحت قبة البرلمان وبعد سلسلة من الجلسات التشريعية المتتالية والتي امتدت على مدار أسبوعين فإن مذكرة طرح الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي والتي حملت توقيع 24 نائبا ستكون على جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد بحسب رئيس المجلس عاطف الطراونة مذكرة حجم الثقة على جدول أعمال يوم الأحد القادم حتى تكون بالعلم والكل يكون متنبت المذكرة كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم هكذا وصفها الناطق باسم كتلة الإصلاح النائب ديمة تهبوب قبل أيام وأنها أصبحت تجد تفاعلا كبيرا في أروقة المجلس بالرغم من كون عدد الموقعين لا يمثل أغلبية إذن ترقب كبير حول ما ستأول إليه جلسة النواب غدا ناسيما وأنها ستحدد مستقبل الحكومة وستجيب على تساؤل هل كرة الثلج كبرت بما فيه الكفاية للإطاحة بالحكومة أم أنها ستذوب كسابقاتها مظهرة ثقة جديدة لمناقشة ما قبل هذه الجلسة الهامة والمرتقبة ورح يبدو في الكرام أعضاء مجلس النواب رئيس لجنة فلسطين النيابية الأساذي حيسعود أهلا بك شرف المحضورك ونائب معتز أبرمان أهلا بك شرف المحضورك أهلا سألنا وسأذنك محمد سأبدأ من نائب معتز أبرمان أنت من الموقعين على هذه المذكرة وقبل أن أسمع إجابتك حقيقة أذكر فقط بسؤالنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحلقة الليلة والسؤال يقول هل تعتقد أن مجلس النواب سيحجب الثقة عن الحكومة النسب حتى لاحظ 13% نعم و87% لا سأب معتز أنت موقع على هذه المذكرة لماذا هذه المذكرة وكيف تتوقع تجاوب النواب معها غدا بداية أنا أشكرك على هذه الاستضافة المهمة والتي تتعلق بحدث مصيري أعتقد في الغد إن شاء الله وأحب أني كمان أتوجه بالمباركة لأبنائنا أو خارجين التوجيهي وكل من حالفه ألحظ بالنجاح مذكر طرح الثقة بالحكومة أعتقد أنها بجوز أخذت أكثر من شهر تقريبا في أرواق المجلس عرضت على جميع الزملاء أنا كنت من الموقعين عليها طبعا بسفتي نائب مستقل ولم أوقع بسفتي يعني عضو كتلة إصلاح هي مذكرة يعني قدمت لأن نهج الحكومة والذي أصبح يعني مؤزم بالواقع والحقيقة للشارع الأردني عدم موجود جدوى حقيقية من استمرار هذه العكومة حلول اقتصادية مفلسة لا يجز ما يقدم أكثر من ما قدم في العام السابق سوى نفس النهج مزيد من الضرائب وبنفس الوقت تراجع في مستويات المعيشة المواطن يعني المواطن بطن يقدر يتحمل إحنا دورنا كنواب يعني نعكس رؤية المواطن الأردني نعبر عن صوته نعبر عن الشارع الأردني يجب أن نتحمل المسئولية التي أنيطت فينا بأن نقف هذه الحكومة عند حدها الحكومة لم تتورع في اتخاذ جميع القرارات التي أرهقت اقتصاد الوطن أثقلت الهموم عن مواطن ولم تأخذ بعين الاعتبار أي مطالب من مطالبات مجلس النواب وبالتالي أنا شايف الموضوع مثل الذي راكب سيارة وبدعس بنزين وما فيش عنده أي كوابح فدورنا إحنا كان أن نوقف هذه الحكومة إلى أن كان إقرار الموازنة الذي يعني بالنسبة إلى أن رأيت فيه كان يعني باحترم رأي الأغلبية لكن لم يعبر أبدا عن ثقة الشارع الأردني في منجلس النواب الأردني وبالتالي أصبح البديل الوحيد أمام النواب أن يقدموا مذكر طرحة ماضح جدا من أسواء معتز أبو محمد وجدت نظرك بما أورد أن أبو معتز برمان وجدت نظرك في جلس الغد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني بداية نبالك أيضا مثل ما تحدث زميننا معتز إلى أبنان الطلب الذين يعني نجحوا بامتحان التوجيه بس أنا بدي أختلف مع أخوي معتز وأقول أن هذه المعذكرة لم تعرض عليك كل النواب بل تعرضت على مجموعة أنا شخصية لم تعرض عليها هذه المذكرة وأرد أن أقول اليوم أن لماذا نحمل هذه الحكومة وزر كل الأعباء الاقتصادية السابقة أنت تعرفوا الجميع يعرف أن المليارات على الأردن المديوني هي ليست وليدة هذه اللحظة يعني حكومة الدولة الدكتور عبداللنسور اللي كان معتز أبو رمان أول واحد بناظل منها وأنا في يوم الأيام ضربت معتز بكاسة مية على شأنه بدافع عن هذه الحكومة اللي فصرفت مليار و 400 مليون خارج الموازن هذا الأخ المناضي الآن اللي بدافع عن هذه الحكومة بدافع عن بسب هذه الحكومة الله يخليك أنا بترجعك أنا ما قاطعتك بترجعك أنا في يوم الأيام اختلفت معك يا معتز أنت بتدافع عن حكومة اللي حملت الأردن 4 مليار حكومة عبداللنسور وصرفت مليار و 400 مليون وأنت يا معتز كنت نائب رئيس اللجنة المالية شو سويت لهذه الحكومة غير أنك كنت تزقف الصبح والمساء وفي الليل وفي النهار وعلى هالفيسبوك خذني جيتك جيتك خذني هاي شغلتك سويت اشي في الموازنة انت عضو باللجنة المالية ونائب رئيس اللجنة المالية شو قدمت في الموازنة لما طرحت الموازنة شو قدمت إحنا اليوم تعرفش مشكلاتنا أخي أخي محمد إحنا اليوم يعني بندور على شعبويات ما بنعرف أنه نحترامي لك أنه اليوم أنه المديونية لعلى الأردن مش تحملة هاني الملقي وأنا مش مع هاني الملقي أنا بقول هاي المديونية وليدة الحكومات المتعاقبة على الأردن اللي فشل هذه الحكومات وكل رئيس حكومة بحمل اللي قبله الفشل وانت واضح هذا الأمور المشكلة الاقتصادية مش مشكلة اليوم ولا مشكلة مبارح ولا أول مبارح ولا الحكومة هاي ولا أيضا حكومة دولة عبدالله نسور ولا حكومة اللي قبله ولا حكومة هي تراكمات من حكومات لأن الحكومات ما كانت عندها الجرأة تتخذ القرار لما جلالة الملك حط إيده على الوجع قال يجب علينا أن نعتمد على حالنا الآن الأوان أنه إحنا كأردنيين كيف ندير أمورنا بدك حكومة قادرة على أنها تقود هذا البلد إلى بر الأمان اليوم أنت بتعرف الجميع بيعرف أخي محمد أنه الأردن في علي ضغوط جلالة الملك رأس الدولي قال أنه إحنا في علينا ضغوط لأجل مواقفنا تجاه القدس والمقدسات ما عدم قدرين ينكر هذا الكلام أما اليوم أنت عدم أخذي أنا أبدأ أحمل هذه الحكومة وزر اللي بصير لا هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا وأنا مش مع أنه نحمل هذه الحكومة وزر الأربعة وعشرين مليار إلا على المملكة الوردنية هاشمية نحن نشوف قديش الحكومة هاي اتخذ الدين لكن الحكومة السابقة بتعرف أنت بترجع للدستور أنه عبدالله نصور خالف الدستور ولو في بجلس نواب قوي كان حولوا على المدع العام لأنه لا يجوز صرف أي دي خارج الموازنة وهو صرف أربعة مليار وثلاثمائة مليون باعتراف رئيس الوزراء الحالي خارج الموازن شو سوى أخونا نائب رئيس الليجنة المالية تفضل تفضل سامدس سيدي بداية يحيس عود راما كاس الماي نرميد عليك ثلاث كاسات مبروك سيلوا هذول جيبونا كاسات بلاستك خليه خلي الكاسات شكله راح تدهي عن الكاسات موين لا لا خير أنا بقول أستاذ يحيى أنت موضوع الاقتصادي وشأن الاقتصادي بلاش تحكي فيه أنا أكيد ملاحكي فيه أنا مش تخصصك يخي أنا بصورة مش تخصصي متخصصك أنت شو قدمك أنا أنا بدي أجاوبك إن شاء الله أنك أنت تأخذ على الموضوع بدون أي شخص صاني لأنه بجوز أنا شهدتك في أربع سنوات مع دولة عبدالله نسور وبدأ شاهدك الآن مع دولة هان الملقي يعني أنت نفسك يعيس سعود لكن أدائك اختلف ما بين كنت معارض شرس لحكومة أنت بتوصفها أنها أرهقت الأردن وفي حين أنك الآن مع هان الملقي حمل وديع وبجوز أنك بتبارك كل الخطوات اللي بسوية وهذا قرارك بإيش يا أخي معتز في إيش أنا بركت خطواته خليني أكمل لا بس إيش بركت خطواته يكفي أنك أنت ما منشاهد أي اعتراض إليك على أي قرار للحكومة أعطيني أي قرار بس أقول لك شغل أعطيني قرار محترام إليك أنا ما كنت مع مجلس النواب وغالبية مجلس النواب قرار الموازن الأخير وقعت عليه ولم وقعت عليه مين هو؟ وقعت لي بس أنت ناب رئيس الجمالية أنا عرضت يا سيدي أنا عرضت في إيش عرضت أنت أنت قلت إليك مخالفي أنت إليك مخالفي أنت إليك مخالفي بالعكس أعلنتها وقرأتها ونزلت على كل المواقع يا سيدي أنا أكمل عندي بس حتى تقود الحوار إنت هو بقول أنه أنا عرضت على المواقع على الفيسبوك أنا والله أقول نعمك نعمين وقرأة تحت القبة ما أشوفنا أنت تحت القبة خلينا جاوبك خلينا قرأة تحت القبة يا سيدي أرجع للتقرير أخي بعدين مع هذا الشغل خلينا نكمل لعينة وبعدين قاطع أنا أحكي لبدو كيام أرجوكم غير مقاطعة بس إحنا بلجنا في أن نقارن ما بين حكومة وعكومة وأن أنا كنت في عهد حكومة داود عبدالله نصور مدافع عنه أو موافق على نهجه أو ما أسلفه الأخونا والآن اختلف دوري مع ما أراءه من هذه الحكومة بداية نفرق ما بين دور عبدالله نصور في إعداد وقالني أحكي بيانه الوزاري والنتاج التي استخلصت عليها والتي وصلنا لها والعام جاء من هذه الحكومة السنة الماضية يا سيدي أنا عرضت الموازنة أيضا الحكومة وعدت بالأرقام بتحقيق 450 مليون دينار أردني بتتذكروها و 265 مليون دينار ضرائب مبيعات في محصلة الإعداد للعام اللي خلينا نسميها النتائج المرسودة لعام 2017 الحكومة لم تستطع أن تحقق من 5.2 مليار إلا 4.5 مليار يعني فرق 700 مليون دينار هذه الحكومة تتحمل مسؤولية إخفاقها في تحقيق الإرادات التي تفرضها على المواطن أنا اليوم بدي أقارن نهج حكومات سابقة لم يسبق حكومة في تاريخ المملك دينار إنها تحط ضريبة مبيعات وضريبة دخل نموه في عام واحد 22% إلا هذه الحكومة ولم يسبق حكومة تخفق في تحقيق أكثر من 70% من الوعود إلا هذه الحكومة فكيف أنا نائب رئيس لجنمالية بدي أجامل الحكومة وأوافق على الموازنة بالعكس يعني قلنا يا دولة الرئيس ما في إيش ضدك بالعكس الله يشفي نحن نتمنى له الشفاء وهو بيحكي يعني بلقاءه على 60 دقيقة بأن الأردن أو المواطن الآن في عمق الزجاجة بينما يخرج من عمق الزجاجة أنا بعتقد أن الحكومة هي التي في عمق الزجاجة المواطن الأردني اليوم أصبح مجلس النواب وين؟ مجلس النواب للأسف يعني هو الدور الذي يناطب مجلس النواب أن يحقق موازن توازن ما بين تغول الحكومة على الشارع الأردني تغول في الأسعار نهج اقتصادي للأسف يعني أنا هو بتمنى يواجهنا لشخص اقتصادي يقول أن هذا النهج الصعي أو أن هذا هو البديل الوحيد الذي نقدر أن نحققه ولكن ألم يطلب الملقي من كل من يملك أي طرق أو حلول طلب حلول يا سيد الحلول تبتدأ في تغيير نهج الاقتصاد من اقتصاد جبائي إلى اقتصاد انتاجي يعني على سبيل المثال أنت اليوم 100% وأنا تأكد تماما بموازنة 2016 عرضتها وكان دولة عبدالله نسور رئيس أنا عرضت موازنة 2016 ولم أصور عليها وأذكر في ذلك التاريخ يعني أن نفس عبدالله نسور عاتبني قال لي يا معتز أبرمان لو رزفل تعمل موازنة ما بتطلع سبيلها قلت له يا دولة الرئيس أنا منحتك ثقة لكن أنا موازنة موافق عليها وهذا كان حقيقة لا يؤخاص علينا اليوم بناشي نروح على شخص صنة الأمور أكيد لأنه عبدالله نسور رجل خدم الدولة هو رجل دولة وكان حتى ليختلف معاه بالرأي يحترم آراءه وطريق الطرح هو عنده أسلوبه بإقناع الناس ولكن اليوم نعم نشوفه من هذه العكومة أن جميع السلبيات تتوافق وما بين نتائج سلبية طرحات غير مجدية وبنفس الوقت إرهاق للمواطن وتراجع بالاقتصاد يعني أنت بفكرك الاقتصاد تعسن السن الماضي ما طرح أستاذ محمد واضح أخي بس تسمح لي بس أرد على مداخلة معتز لأنه هو اتهمني بقول لك أنت أربع سنين وانت كنت مدافع شرس ضد عبدالله نسور واليوم انتح أنا يا معتز في يوم الأيام لم يسجل علي موقف أنني دافعت عن رئيس حكومة أعطيني موقف الآن تحت القبة أنا زعلت زميلي أنه بيحكي على دولة رئيس الوزراء أعطيني موقف سيد ابا قبل يومين لما دافعت عن ابن دولة الرئيس لما قلت لا يتقاضى 16 أنا ما أسمعني الله يخليك أنا ما أترجى أنا لما زميلنا لما زميلنا قال أنه راتب ابن رئيس الوزراء قلت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبع فتبينوا أنا حكيت قلت القرآن بيقول مش أنا اللي بقول قلت اثبت أنه هذا راتب 16 ألف دينار ما دافعت أنا لم أدافع عن نهج حكومة أنا الآن إذا أنت بتتهم سيني من الناس بقول لك يا كي اثبت إذا أنت عندك دليل أنه سيني من الناس حقك الدافع لا يا سيني أنا لم أسمع أسمع يا معتز لم خلال الثلاث دورات النيابية لم ولن في يوم الأيام أدافع أو أزعل زميل تحت قبة البرلمان أنه هاجم هذه الحكومة بينما أنت ما خليت واحد ما تشكلت ما متشار هذه الحكومة حقومة عبدالله نصور أنا في مواقف تسجل إيه لك وإيه لي تحت قبة البرلمان أنا اليوم أنا بتحدى جيب لي موقف أنا ازعلت زميل تحت قبة البرلمان أنه يعني هاجم هذه الحكومة أنا مش مع هذه الحكومة ولا مع فرض الأسعار ولا مع زيادة الأسعار ولا مع زيادة الضرائب احنا اليوم بنتطلع على انه اي حكومة تيجي يجب ان تكون قادر على ادارة دفة البلد احنا مع هذه الحكومة لكن حقيقة اليوم احنا بنا نشوف الحكومة ايضا وين الفاسدين اللي بتخلنا فيهم وطن هارم يقول فساد 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 بنا مواطن اردن حتى يفرح المواطن اردن شوف فيه واحد فاسد رجع فلوس لخزينة الدولة يطلع رئيس الوزراء يقول او رئيس مكافحة الفساد قال رجعنا عشرة مليون رجعنا مليون حتى المواطن يشعر ان فيه جدية في محاربة الفساد احنا اليوم انا وابد اقول له معتز انه انا مش اقتصادي صح طيب وين الجانب السياحي وين الجانب الطبي في عندنا مجالة وين جانب الكمبيو اقول لك احنا المواطن الاردني احنا عنا اصلا يعني ابدأ اقول لك احنا فخورين بشغلتين بقيادتنا الهاشمية وفخورين بالمواطن الاردني اللي الحمد لله يمتلك يمتلك يعني طاقات هائلة احنا مقول لنا نهج الاتصادي يخليها عشقة في عندنا سياحة في عندنا سياحة طبية في عندنا سياحة علاجية في عندنا سياحة دينية في عندنا كثير مجالات في عندنا الكمبيوتر يعني في عندنا كثير مجالات مقدر والكمبيوتر ليعنتك اخوي معتزل الفيسبوك ما شاء الله عليه تشتغل 24 ساعة بتنقط على الفيسبوك وبتعزي على الفيسبوك وبتزور مرضى على الفيسبوك الله يحميك ويحمي على الفيسبوك إلا اسأل يسيد طيب أنا محمد سؤالي غدا جلس الثقة هناك هناك من يسأل هل فعلا هناك 19 نائبا ذهبوا للعمرة تهربوا من هذه الجلسة هل سيكون هناك نصاب في جزر غد كيف سيكون الموقف النياب من الحكومة رح أسمع ردك كل هذه الأسئلة بعد فاصل قصير فاصل ومثل من واصل قوم عنكم نواصل حوارنا وضفنا الكرام وحديثنا مستمر حول جلسة الغد جلسة مجلس النواب اليوم الغد وابو محمد أكثر من سؤال جسد بكرة هناك حديث عن عدم وجود نصاب في الجلسة هناك حديث عن سفر بعض النواب لأداء منازل العمر 19 نائب وأن جلسة الغد ستمر بردا وسلاما على الحكومة يا سيدي أول شي يعني بدي أقول أنه بالأمس تمريرنا للموازنة هي ثقة للحكومة حقيقة هذا واحد اثنين اليوم أنا ما عندي علم إذا في 19 نائب سافر للعمرة ثلاثة يعني احنا بنقول اليوم يعني الديمقراطية تعني تقريب الرأي الأكثرية على الأقلية وبالتالي بكرة أنا بتوقع أنه يعني حدسي بقول لي وأنا إلي تجربة مع الحكومة السابقة اللي دفع الثمن موقفي مرتين لأنني أنا ما صوت لصالح الاستثمارات السرائيلية زج فيه بالسجن والموقف الثاني زج فيه بالسجن أيضا لأنه أنا لم أمنح الحكومة الثقة ودفع الثمن موقف مرتين بينما كانوا بعض النواب الآن بتاجرها على أنه هم معارضين للحكومة كانوا يعني يعادوا زملائهم النواب وأولهم أخوي معتز على الحكومة السابقة اليوم أنا بقول يعني أنا أربعة كانوا معي بجيزة فلسطين نيابي يا أخي محمد أربعة وإحنا طردنا بتذكر وقتها لما طرحنا بثقة عبدالله نسور كان موضوع القاضي زعيتر وروحنا للتصويت وأخذ ثقة جديدة أنا من وجهة نظري أنه كان مفروض نتأنى في موضوع طرح الثقة الحكومة أنا بقول من وجهة نظري في الشارع آي للسقوط وبالتالي ممكن في أي لحظة أنه أكون جلالة الملك هو صاحب الولاية في يعني راحة هذه الحكومة أنه كان استنى عليها شهر شهرين لبينما أمورها يعني لكن بكرة إذا أنا حسب المعطيات اللي عندي أنه راح تأخذ ثقة جديدة وبالتالي راح يستمر عمر الحكومة مش أقل من سنة سنتين زمان وبالتالي أنا بقول هذا راح يكون يعني خلينا نقول يعني الهجوم بدل ما يكون على الحكومة راح يكون على مجلس النواب وبالتالي يعني أنا بقول يعني كتلة الإصلاح لو الآن بسمعوا صوتي بكرة بيطالب برجاء المذكرة النيابية لأنه حقيقة أنا المعلومات اللي عندي أنه راح يكون فيه هناك ثقة للحكومة وان خلال المعطيات يعني تصور نائب بوقع على مذكرة بعد نص ساعة بنسحب توقيعه مش 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 حلوي أنك يعني نائب أنت تتوقع بعد نص ساعة أنك تسحب توقيعك أنا مش شايف فراكبي يا بتوقع وبيظلك ملتزم مستمر يا عيب أنك توقع وتتراجع وبالتالي أنا بقول اليوم يعني إحنا علينا إحنا علينا كنواب أنه إحنا نكون على قدر من الوعي والمسؤولية بكرة وإذا أنا بقول يعني ذهبنا إلى التصويت يجب أن نكون يعني نوازن الأمور أنه أيه مال في مصلحة البلد هل نحجب الثقة على الحكومة أم نعطي الحكومة الثقة سامحة يعني أنا بدي أسأل لأبو محمد يعني يعني إذا كان إحنا بهذا الظرف من الوطن اللي بيحتم علينا أن نتخذ موقف واحد ندافع فيه عن المواطن وعن شرف الحياة الكريمة إذا كان بالأمس فيه قرار 1400 مريض مرضى السرطان ينتقلوا من مستشفى الأمل إلى مستشفى البشير ومستشفى حسين حسين يعني هل سننتظر المزيد حتى نقول لهذه الحكومة لقد يعني فرغنا الصبر ما هو الموقف الشجاع متى يعني يكون لدينا موقف نعبر فيه عن دستور إذا لم نستطع أو لم يكن مقدور النواب أنه يطيحوا بالحكومة أو وقفوا عند حدها على الأقل الحكومة يجب أن تلتفت إلى النواب وتعرف أنه فيه ناس يقدر يقول لك وقف يا حكومة أنا قبل شواله ما قلت الحكومة في عمق الزجاجة لأن الحكومة تريد أن تطرح الثقة بها حتى تحصل على ثقة إضافية وبعدين نتكمل طريقها وتغير وتسوي ونرجع على نفس الناج أنا بطلب من زملائي اللي بيحكي عليهم بتاجروا أنا بعتقد البتاجر بيحقق مصالح مع الحكومة في عهد عبدالله سوريا سيدي ولا أتهم أي رئيس وزراء ولا أتهم الرئيس الحالي لم أذكر أنا ولم أسمع عن شخص حقق مصلحة مع الحكومة وهو يعرف مين نواب المصالح اللي بجوز لهم مصالح معينة بتمشي أو بتروع أو بتجي والحمد لله ما بننتهم أي زميل ولكن بجوز لأنه زميل حكام عتز أبرمان لم يسجل عليه في كل تاريخي لا عندي عطاءات مع الحكومة ولا أنا أستاذ محامي بروح بحصل على تفويض ضد سين أو صاد أو عين والحمد لله واضح ومكشوف أمام الملأ وأمام كل الناس رسالة جلالة الملك واضحة كانت إيش إحنا اليوم نأتمر أو نتوجه بالرؤى الملكية السامية جلالة الملك شو حكا قال على المواطن الأردني أن يضغط على النائب ليش؟ لأنه نائب مقصر اليوم النائب أنا ليش بوقف موثكر حجب ثقة أنا ما بوقعها لأن كنت للإصلاح طرحوها أنا أنا مش عقود بكنت للإصلاح بجوز الغاية أو الهدف أسما من الوسيلة سألوني كثير ليش يا أخي توقع هاي كنت للإصلاح شو علاقتك في كنت أصلاح توقع معهم أنا ما وقعت بكنت للإصلاح باعترمهم بقدرهم لهم نهجم وهم من الشرفاء بمواقف عديدة يعني مش بجال أن أذكر أو أدافع لكن لما بنتيج إنت اليوم تجد أن هذه الحكومة تغولت لا بدك توقف عند حدها وبدأتعاون مع كل نائب بيش بقول الحكومة تعالوا إلى كلمة سواء على الأقل بدكش يا أخي تعدل الموازنة مرقتها بست ساعات بلوم النواب بلوم نفسي بلوم كل جملائي ليش مرت الموازنة بست ساعات بلوم ساعدة رئيس المجلسة تمر بست ساعات هذا اللي حد يحصل الآن الحكومة أخذت هذا الانبطاح وقالت لك يلا الهايبرد وقفه بدون عذر أو سبب ليش توقف أنت سيارات الهايبرد اليوم روح على المنطقة الحرة بالزرقاء مش بنحك اقتصاد أنا بتمنى يجي معاه الوزير المالية يقعد قبالي أتناقش أنه ويا اقتصاد يطرح وجهة نظره وأنا بدي أطرح اللي عنده أشوف وأنا للعلم أنا الحمد لله الأول على جامعتي بالمحاسب والاقتصاد وحاصل على سي بي ويعني بديش أعتد بنفسي لكن مقدر أني أناقشك بأمور وقضايا اقتصادية الحلول التي تطرح أستاذ خالدي كل حلول آنية يعني اليوم برفع عليك الضريبة تعتقد أنت برفع الضريبة أنك ستحقق مزيد من الإيرادات للدولة طب إلما إحنا جربنا السنة الماضية تراجعت الإيرادات تعيد التجربة للماذا؟ اسمح لي بس أنا ذكرت 1400 حالة مصدر رسمي أكد أن الإعفاءات للمواطنين اللي ما عندهم تأمين صحي مستمرة وهي وفق الأصوات لا يا سيد عفوا حسنت اللي ما عندهم تأمين صحي دولة الفوق الستين أنا ما قطعتك سامدات قطع لا 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 لنشأ توضح النقطة بلاش أرجوك أرجوك دقيقة لو سمحت أعوضح أستمر فعلها كارت الأحمرها أرجوك لا أرجوك واضح تماما أنه أي مريض لا يتوفر علاجه في المستشفات الحكومية وفي المدينة الطبية تم تحويله إلى المستشفى المختص الذي يملك العلاية سواء المستشفى الجامعية أو بمركز حسين للسرطان هذا توضيح بمركز رسمي من مصدر رسمي أفضل فقط للتوضيح أني ذكرت المعلوم سيدي عشان بس تكون معلومة تصل للمواطن بشكل صحيح إحنا قرأناه على جريدة الغد وأعتقد هذه جريدة رسمية واتحت مش رسمية يا سيدي أرجوك لا وأرجوك ما تذكر أنا بدي أحضر كل احترام للزملاء أرجوك كل احترام للزملاء في كل الصحف الأدنية وفي كل واقعات الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية وكالة الأنباء معلش معلش هذا الموضوع متروك لكم كنواب حتى ما أدخل في تفاصيل من نشر ومن لم ينشر أنا أوضح ما ورده من مصدر رسمي على الهواء الآن لفريق الإعداد حول هذا الموضوع وموضوع أنا سؤالي واضح اليوم تركي من تفاصيل الموازنة وتركي من تفاصيل الاقتصاد قولي بكرة اللي بيصوتوا بجوش صوت بجوش صوت أنت اليوم ايش توصفوا بكرة يعني أنا حكيت لك قبل شوي إذا يعني الدستور أعطانا الحق بأن نطرح الثقة في الحكومة والنواب يعني جميعهم لهم الخيار ما بين الحجب أو الامتناع أو الثقة الثقة للحكومة تعني مرحلة جديدة وحجب الثقة يجب أن يكون 65 أو 66 نائب يعني يعجب الثقة الامتناع يسجل لصالح الحكومة لأن الامتناع باعتبار أو الغياب هو باعتبار يعني الثقة وأن لم يذكر ذلك صراحة الموضوع ليس موضوع فقط غدا يعني وماذا سيحصل بعد أن تستمر للحكومة السؤال الأهم هل ستستمر هذا النهج نفسه أم سيكون هناك أنا لو موضوعنا حوارنا اليوم النهج الحكومي بنحكي في نهج الحكومي نحن موضوعنا اليوم الأردنين بتطلعوا على جرسة مكرة سيد ماذا سيحصل ماذا سيحصل جرسة الغد وأنت تقول أبو محمد أنه ستمر الحكومة إذا ما طرحت الثقة وهناك الحديث أيضا عن تمرير جرسة الغد دون النصاب وما يفقدها النصاب يعني عدم نقاط الجرسة كل هذا أمر مطروح واليوم كمان في تعديل حكومي أو حديث عن تعديل حكومي وراح تطلع المواقف على مجلس النواب والشارع قد يغضب مجلس النواب مجددا في حال أخذ أمر ما يتخذ قاره بالثقة واليوم أنت قلت في ناس مرضوا على الفيسبوك مكتبوا ومن نواب مكتبوا منكم فيكم مش عنا سيد أول شي الموقف الشجاع اللي حكى عنه أخوي معتز يعني إحنا بتعرف شو عيبتنا إحنا اليوم نطلع عن نص الكاس الفاضي محمد ما منطلع عن نص الكاس أول شي حديث الرصول صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربي معافا في بدني ملك قوت يومه كأن ما حيزت له الدنيا بأسرها اليوم إحنا أنت بتعرف أخي محمد والكل بعرف أنه الأردن بمر في مؤامرة وإحنا في ظل المحيط الملتهب حوالينا وبظل ما بنسمع عن صفقة القرن وفي ظل قرار ترامب وظل الموقف الرسمي والشعبي تجاه موقف ترامب لاتخذوا أنت بتعرف أن الأردن بتعرض لضغوط اقتصادية ومالية وغيرها وغيرها بس أنا بدي أقول لمعتز أنه إحنا بنظل نقول وإحنا بنطعم في بعض ونسيء لبعض إحنا النوا وإحنا وحكيتها بتذكر محمد قبل خمس سنين لما قلت أنه لما كان الناس يعني ما كانت زلم تطلع الدافع عن البلد وعن النظام أنا قلت الهاشمين لازم يأخذوا ثلث رات مختار عليها إحنا الله بعثنا هذه القيادة من أجل هذا البلد لأنه إحنا إحنا شعب لما قال عننا ساعة جمعة مجتمع الكراي إحنا مجتمع الكراي اليوم أنا بدي أسأل المعتز بيقول لي أنه في نواب مصالح وأنا الحمد لله ما إلي مصالح وأنا مش محامي وأنا مش عارف طيب السؤال اليوم مهنت المحامة مهنة شريف مش لأن هم اليوم أنا أعطيني نواب المصالح بتحكي عنهم بعدين شو هالمصالح اللي عند لاتأخذ بها الكلمة الوزير حتى يقول يلا خذ لك هالعطاء وكأنه محترامي إليك بيعطي من دار أبو هذا كلام مرفوض هذا كلام يعني بس مشان نحن كلام عام انا بدت اتحدد انا بتحدى معتز وتحدى اي نائب وانا عندي خمس محامين بالمكتب يا محمد اي مواطن اردني عنده شبه تفساد الدستور نزه جلالة الملك فقط جلالة الملك بالدستور هو المنزة فقط ما دون ذلك كله تحت المحاسبة اي مواطن اردني عنده شبه تفساد مكتبي موجود يجينى ع مكتبي وانا مستعد والله يا محمد لو بتكلفني رقبتي الله ارفع دعوة علي امام النائب العام اثنين يعني انا يا معتز بسألك سؤال بتقول انه احنا مجلس النواب مرر الموازنة بست ساعات احنا بنقول الديمقراطية تغليب الاكثرية على الاقلية اليوم احنا مجلس النواب عندنا كتل و احنا معترفين انه هذه الكتل هلامية تفقت هذه الكتل انه كل كتلة يتحدث منها واحد محمد ما احنا نفس الكلام اللي بنحكيه انا احنا عدم اخذي كتلة العدالة خلنا 17 واحد تحدث واحد من الزمنة كتب تحدث واحد من الزمنة كتلة الاصلاح تحدث واحد كتلة الثاني تحدث واحد خلصنا الموازنة وطرحناها وانتهى الموضوع طيب الموازنة اخذت ثقة والثقة هاي هاي ثقة للحكومة الموازنة احنا لو كنا بنا احنا حقيقة نسقط الحكومة اسقطنا الموازنة بس بعد اسبوعين تيجي تطرح ثقة هذا كلام انا بقول اليوم مش لمصلحة مجلس النواب هو في ناس لاتأخذفها الكلمة وقال ليه الامانة بحكيها بصراحة انا يعني انا نواب كتلة الاصلاح انا ما شفت واحد منهم خرج عن حدود الادب حتى في نقاشه حتى في حواره حتى في طرحه ما بخرج عن حدود الادب يعني جماعة حافظين درسهم بيشتغلوا صح بيشتغلوا ضمن منهج ضمن استراتيجية يعني الان بكرة شوف اقول لك راح يصوتهم ضد القرار راح يطلعوا بشعبية بس مين الخاسر الخاسر مجلس النواب طب هلا معتز بقول انه 1400 مريض شالهم عبدالله اسمه الرئيس طب انا مبالح قاري يعني هاي اللي بقول لك ايوه الذين امنوا انجاكم فاسقوا بنا فتبينوا انا بقول لك 1400 مريض وزير الصحة طلعوا قال يا عمي هايهم بعدهم بتعالجوا صحيح ليش انا انت اشار ليش انا اقود الشارع اليوم انت قائد في المجتمع ما بصير تحكي معلومة ما بصير تحكي معلومة كذب لانه خلينا اجاوب بالله انا ما بحكي عنك يا معتز تحديدا انا بحكي بشكل عام انت مفروض كقائد المجتمع يا بتحكي معلومة لانه انت والله انا اصبحت النائبي بحكي عن التلفزيون النائبي يشعود بحكي عن التلفزيون النائب معتز بحكي عن التلفزيون النائب عبدالعكايلي بحكي عن التلفزيون بحكي صح ولا غيرا تخوي محمد طيب اسمع ردل وسبت يا سيدي خلينا بس يعني بنا نتناقض جوه نفس الحديث انت قبل شوية بتقول النواب اللي كانوا يتاجروا مع الحكومة انت وصف فيش متتاجروا فأهم قبل شوية انت اللي قلت يعني انت بتقول بعد بتنسب بس قل لي فيش متتاجروا لا خليناك انت اللي قلت سيدي انت اللي تجاوب انت بتحكي تجاوب بكمل لك النقطة الثانية اذا سمعت يا اخي يا ايا يعني اليوم احنا مش راح نستعرض نصير نشاهر ونسمي ونحكي انا بنحكي المصالح بشكل عام يجب ان تكون بنشمع حور حديثنا تشير يا اوسما تسمع اذا في نواب مصالح وفيه اذا في نواب مصالح لا اسمع اسمع الله لا يسامح كل واحد بيعرف نائل استفاد من الدول الاردنية وما يجي يقول فلان فلان استفاد نقطة الالف واربعمائة المريض وركزتوا عليها يا سيدي الحكومة قرت منح من فوق الستين عام تأمين صحي ومن ضمن هؤلاء حوالي الف واربعمائة شخص يتعافون او يعني علاجهم في مستشفاء الامل للسرطان وبالتالي بالتقرير الصحفي الذي نزل بجريت الغد وانتشر على كل وسائل الإعلام وانا لم اسمع من اي جهة رسمية او مصدر رسمي وزير الصحب العلم بتز لا يسيدي ما حكى ان لا يسيدي فيه تصريح رسمي من وزير الصحب وزير الصحب العلم حتى يا رجل يا سيدي انا مش موضوع معلش اقول انك طرحت ارجوك انت لي طرحته انا ما طرحته مرة ثانية وانا خليني في يوم الغد دعني يوم الغد مش مرتبط لا في الارف واربعمائة مريض ولا بما نشره هنا يوم الغد يسيدي كالتالي يا اخي اريحني اعطيني سناري بكرة باعتقادي ان التصويت على الثقة يعني بجوز زي ما حكى سيكون هناك تصويت ولا مش رح يكون هناك تصويت لا اكيد فيه تصويت يعني وهذا وهذا شيء طبيعي يكون فيه تصويت بجوز ما رح تطلب الحكومة تأجير التصويت الحكومة اللي حق تطلب عشر ايام تأجيل ولكن باعتقاد الحكومة مش رح تطلب لماذا يعني يعني مش عمالها تاخد بعين الاعتبار انه هناك مجلس نواب قادر ان يوقف عند حدها هاي السبب واضع يعني انت بتسألني سؤال وكأن الامر اصبح غريب اليوم المواطن الاردني بسبب سياسات هذه الحكومة ومن سبقها وحكومات تعاقبت اصبح يشعر ان مجلس النواب فقط دوره الدستوري انا بحكي نقطة مهمة جدا اذا كنا غير اذا كنا غير ما هو انت بقاطع زميل خلينا كمل عدينا يا استاذ خادي زي ما بتوزع دور بعدالة لا تقلك حقكم دستوري ما يتحدث به النائب معتزب رمان واضح انا عندي حق دستوري يا اخي بدي استخدمه هذا حقي اليوم الشارع مش عاجبه لي بصير انا نائب بمثل الشعب بدي اروح اوقف واؤقول هذا غلط وبدأ استخدم حق دستوري اذا ما استخدمتوا اليوم ما تبدأ استخدمه يا سيدي هو زي ما تفضل اخوي معتز انه يعني طرح الثقة موجود مادة 54 بالدستور يعني انت اليوم عشر نواب بحق لهم يعني اقول لك حتى لو نجحت الحكومة بالثقة اليوم بكرة بقدر كمان اسبوعين ثلاثة عشر نواب نقدم ثقة ونطرح ثقة بهذه الحكومة بس اليوم احنا بنا نقول احنا يعني اقلنا حكومة دولة هاني الملقي وبنا نجيب دولة سيني من الناس زي ما تفضل انت قبل شوية بتقول للمعتز انه دولة الرئيس بقول انه اعطيني حلول اليوم احنا انقذني ثم ان نبني اليوم انقذني ثم ان نبني انا اليوم بدي انا حلول اقتصادية لتحل مشكلة المواطن الاردني وينها الحلول موجودة سيني حلول موجودة بس حكومة يا معتز يا معتز لانت جاء تدافع عن الحكومة اليوم انت مش دورك انت نائم انا بدافع عن الحكومة انا بدافع عن الحكومة بدك يا لنطرحول عن الحكومة انا بدافع عن الحكومة دور السلطة التنفيذية انا دفعت الحكومة محمد انا رجل محمد مالية واصدر التقريرها انا وافقت عليه. ما انا عرضت تقرير ياسيدي انا بحكي انت اللجن مالية انت انت مصدر انت مصدر سلطان. بقدر انا اليوم انا بقدر اصوط عن عشرة او انا 11. انا اذا ما كنت قد حالي في اللجن مالية او في اللجن مالية. بس تقيل من اللجن مالية. لا استاذ. يا استاذي ما بصير ان انا اجي على زبيلي الو رأيه بحترمه هو حر برأيه بوقع رأيه. انا بتحفظ على قرار البلد العلمي رغم بلحما بلحما خاتrone او مش مرجعيتك في الثقة على الاقل اذا انت شاهد ان اللجنة يقصرت اخي محمد اي مشروع قانون بيجي للمطبخ للجان بشي اللي بصير طيب اللجاك عن حلول مش بتسعي عن حلول انا بديها على تلفزيون انا بدي تروح انت باحترام لك تبعث كتاب رسمي لجلالة المال قل له يا زيدي انا في عندي حلول بديح لمشكلة المواطنة اردني انا اقول لك انا الان بعينك رأي جزر واحد من احداش كمان واحد من احداش شو بيده يعني انا ايش ؟ احنا لا يا سيد انا انا ما حضرت انا ما حضرت اقتصادي طيب خلينا ضيما توصيات اللجنة المالية اين انا بدي امشي معي هي زي ما بده زي ما بدك منيح اللجنة المالية اوسط بماذا الضمن اني عرضها اوسط ان لا يرفع سعر الكهرباء على كل بنت تحت 300 كيلو واط منيح من واحد ل 300 كيلو واط هذا المواطن الفقير والمواطن اللي خليك متوسط صحيح لا يرفع عليه بنت التعرف الكهربائي الحكومة شو اذا اتذاكت على المواطن قررت رفع الكهرباء على كل استهلاك ما فوق 300 كيلو واط ولكن شو سوت قالت اذا تجاوز 300 كيلو واط ببلش الرفع من رقم واحد يعني اذا واحد 299 بارتفعش عليه اذا 300 واحد استهلاكه بارتفع عليه الكهرباء وبالتالي الحكومة لا تأخذ بمعيار اللجنة المالية النقطة الثانية الهايبرد يا سيدي السيارات اللي بيعك عليها دولة الرئيس انه هو بده يخفف الاستهلاك وشان قلل الازمة ومعرفش هي النظرية الاقتصادية اللي حكى فيها انه اذا قلل الاستهلاك بالعكس اذا بقل الاستهلاك يعني انا بس بدي عكي النقطة سيؤدي ذلك الى اه تراجع تداول العملة تراجع تداول العملة يعني كسات اقتصادي يعني تراجع في العرض وبالتالي تراجع في الطلب ويؤدي على كسات في البضائع خلينا نحكي اليوم على الهايبرد هذا القرار الحكومة شو كان عدم انتج التمديد لقرار الهايبرد في حين انه اللجنة المالية اجتمعت مع الوزير المالية وقالت نو جدد الهايبرد يا اخي انت اليوم المواطن عماله يعاني من كل ضيقة من كل اتجاه ولم تستمع لكم الحكومة شو استمعتين الاشي لاشي هم نطرع الثقة العادة انا اتأكد والله العظيم والله العظيم هي يمينين لو الحكومة تأخذ بعين اعتبار ما نطرحه ونقدمه من حلول كان ما في دائرة اتراثقة بنجيب انتعالي عمي ام محمد بدقيقة انا بس بدي اقول انا ما دافعت الحكومة ولا بدافع الحكومة انا بس بدي اقول اي حلول بقدر يقدر يقدمها من اجل انه نساعد في انه نطلع زي ما قال معتز من انقل زجاجة الله يبارك فيه بس اليوم بقول احنا في عنا دور كثير مهم السفرة وين هم اللي بيشتغلوا برا اليوم يعني احنا بنعرف العرف الاستخباري انه السفارة جاسوس مرخص بس اليوم ما عادت جاسوس مرخص من منها التكنولوجيا اللي خلقنا يا ترامب والمجموعاته هذا اليوم صار عليك جاسوس وانت قاعد بدارك لكن انا بقول اليوم احترامي اليك السفرة اليوم مهم انتم صارت اقتصادية السفرة شو بيسووا شو بيسووا برا الموضوع الثاني الاستثمارات اليوم احنا بنشوف اي مستثمر بيجي على البلد بنحاول حط معوقات الاستثمار من شان شارده قطاع التكنولوجيا عنا 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 طاقات رهيبة في قطاع التكنولوجيا كثير مواضيع يعني مهمة بتقدر انت من خلال يعني على الاقل تحل جزء من مشكلة الاقتصادية بس اليوم يا اخوي اي معتز والله انا ما كنت في يوم الايام بدافع عن اي حكومة خلص غدا مجلس النواب سيحجي ثقة عن الحكومة بنعم اولى لا لا مصاب معتز بس في سؤال سأتني عن المصالح واشيان انا هلأ وقت خلص لا بس بدي احكي لك بس سؤالي وقت خلص انا اليوم باتمنى ان النصر الى التشريع يمنع اي نائب يكون عنده عطاء وقت طبعا مش بالبس 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 بالتشريع مفيه مدونة سلوك يا معتز فيها مفيه مدونة سلوك ولا يجوز ولا يجوز لك شغل بالدستور اخي محمد بس اصليح بالدستور لا يجوز للنائب ان يتعاقد معي عشر عشر شركاء وما فوق بتعاقد لا لا يجوز عشر شركاء اي بس بكل عشر شركاء اصاب معتز اي نعم اولى هل تعتقد انا مجلس النواب سيحجي ثقة اخونا بنعم اولى ارجوك اتمنى ذلك نعم اولى يعني انا رؤيتي لزملائية بقدرش ادخل جوا عقولهم يعني اقول لك انا بداع فشعب الحكومة بالاقير التصويت بتفاجأ انه في ناس بعتثقاء بدي اشكركم كل الشكر ذيوفي الكرام الى هنا مشاهدين وصلنا نهاية الحلقة نترقب غدا لنعلم هل سيحجب مجلس النواب الثقة الحكومة الى هنا وصلنا نهاية حلقة الليلة نلتقي غدا تصبحون على الفخير شكرا سمعت الشرف